موسيقى دايماً بنسمى كلمة أنا عندي اكتئب أنا دلوقتي مكتئب أنا في حالة اكتئب أنا لسه خارج من حالة الاكتئب بقى لي ومين الكلمة دي بقى الترند حتى الأطفال الصغيرين الشباب أنا مكتئب وأنا مدهي أنا مخنوق وطبعاً في الظل الظروف اللي إحنا فيها الفيديوز اللي إحنا بنتفرج عليها الحرب وفلسطين والشهداء والأطفال كلنا في مفرمة نفسية كل يوم بنحس إن فيه ضغط نفسي فيه ناس كتيرة جداً بتقول أنا عندي اكتئب واخدت كلمة دي كده ومستصغرها وبتتكلم عليها إن هي أكلناها إيه دور برد أنا عندي دور اكتئب والحقيقة مش كده خالص ماينفعش أصحى منهم أقول أنا عندي اكتئب النهاردة مش حاجة اسمها كده إحنا بطبعينا كمصريين ناس العاطف عندنا عالية قوي بنتأثر بأي حاجة بنزعل بسرعة جداً وبنتحك بسرعة جداً وبندخل في المود ومزاجنا متقلب لأن دي سمات شخصية موجودة في شعب كامل بس مش معنى كده اللي كل الناس عندها اكتئاب أنا بقى النهاردة جاي أقول لكم الفرق بين لما أكون عندي اكتئاب أو مريض اكتئاب ولما أكون حزين الحاجة اللي هقولها لكم دلوقت زي هي اللي انتوا هتقدروا تحكموا بيها إذا كنت أنا في حالة حزن ولا عندي مرض اكتئاب إمتى أقول أو أعترف إن أنا مريض اكتئاب لما شخصيتي تتغير تماماً الحاجات اللي بحبها أبطل أحبها كل حاجة عندي زي بعض مفيش فرح مفيش حزن مفيش استطعام بالأكل أحس إن أنا في موت ثابت والفترة طويلة حتى لو بدحك أنا جوايا حزين ودائماً بنسمع كلمة إيه أنا بضحك بس قلبي بيعيط تمام بس في حالة تانية بقى إن أنا مودي تغير مزاجي ما بقاش زي الأول اتعرضت الموقف أو صدمة أو مشكلة خلتني إن أنا منطوي شوية لمدة صغيرة بس ممكن خلال ده يحصل أي لقطة تخليني أضحك أي موقف يخليني إن أنا أخرج شوية من الموت ودخلتين ده ما اسموش مرض اكتئاب ده اسمه أنا عندي حالة حزن ففيه فرق بين حالة الحزن ومرض الاكتئاب طيب أنا بقى مزاجي متقلب بقيت بزعل ممكن أفرح ممكن أتخانق طب ممكن أبقى تمام ده اسموه حالة مضطاربة من الحزن إنما لما أكون مكمل في مسيرة حياتي اللي تغيرت ما بحبش الحاجات اللي بقيت بحبها مش حاسس بتعم أي حاجة مشاعر سبتة لمدة طويلة فده الاكتئاب فيا جماعة الإنسان طبيب نفسه لقيت نفسك إن انت مش عارف تسيطر على نفسك وإن انت بقيت شخص يعني سابت في مشاعرك بقيت مش قادر تحس بأي ملازل الحياة روح إلجأ لطبيب يساعدك مش عايب أبدا أبدا إنما لقيت نفسك إن انت متقلب المزاج بتفرح ممكن بتزعل شوية بتتأثر شوية بتعيش كم يوم تمام ساعتها احنا ممكن نقول أنا في حالة حزن محدش يقول الكلمة دي بسهولة كده جماعة بطلوا ترددوها الأطفال في المدارس بقيت بتسمعها من أمهاتهم المفاجأة بقى إنه دايما يقول إيه الست عرض الإكتئاب الإحصائيات بتقول ثلاث أضعاف الستات عندها إكتئاب مقارنة بالرجالة إنما بقى العلماء بيقولوا إيه بيقولوا لأ الراجل على فكرة عنده إكتئاب ونسبة الإكتئاب عند الستات هي هيها عند الرجالة متشابهة جداً بس المشكلة فين؟ المشكلة إن ما فيش اعتراف من الراجل إن أنا مكتئب في رفض للفكرة كل عشرة ولا خمستاشر راجل ممكن تلاقي واحد يبدأ يقول أنا حاسس إن عندي إكتئاب فرفض الفكرة مقلل منها لكن إحنا بنقول رفقاً بالرجال زي ما بنقول رفقاً بالنساء لا على فكرة عرضة للإكتئاب وعرضة للزعل وعرضة للمرض بس فيه ناس بتبقى متصلحة مع نفسها والناس لا هنيجي بقى لترند العصر وهو الإكتئاب الزوجي تيجي تتكلم مع حنت أنا مكتئبة وأنا حياتي بقيت ممنة أنا طول النهار بتخانق مع عجوزي تيجي تتكلمي مع الزوج لا 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 أنا حياتي تغيرت خالص أنا أصلاً بفكر أتجوز تادي لا لا ما لا الخنقات خنقات خنقات أحب أقول لكم وبشركم إن الخنقات دي معنى من معاني الحب أنا بتخانق إذن أنا في حالة حب أنا بتخانق إذن أنا متابعة لما تلاقوا الزوجة متابعة جزها بعتلي قلبي مش قلبين تكلمني بيغير علي طب أصلاً هو وصل وما بعتليش طب أصلاً هو ما سألش عليها طب ما قاليش أنا حلوة النهاردة بتحبيه فتتخانقي معاه فتحبيه طيب هي على فكرة ما عمدت ليش الفطار لا مش حاسس لمسا ما سألتش عليها لما سفرت ده أنا كنت على طريق بتحبها وبتحبك فعشان كده أنا عايز أقول إن الخنقات دي دليل الحب مش معنى إن أنا بتخانق معناها إن أنا كاره شريك حياتي بس لازم أخد بالي إن الخنق يكون بحدود لإن الحاجة لما بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها هنتكلم النهاردة باستفادة فقراتنا اللي جاي عن مود الاكتئاب هنروح لفاصل وبعد كده هرجع لك تاني فاصل آناصر بما إننا النهاردة بنتكلم عن الاكتئاب عن الحزن عن إن أنا بدخل في مود مش لطيف أول ما بنتجوز بسم الله الرحمن الرحيم كده أنا عايز أخلف أنا عايز أبيبي واتنين وأماميره وجماله وفاصل طب أعمل إيه نبدأ نسأل طب حنروح للدكتور ده طب حاخد حاجة طب أنا مش عارفة إيه طب لو أنا أجلت الحملة حعمل إيه ما بخلفش أنا ضيعت خلاص أنا كده جدي حتجوز علي لأ ما تقلق إيش ستوب هيهدي نفسك كده لأ أنت ممكن على فكرة إن شاء الله بعد الجواز تدخلي كده مع نفسك لأ طبعا أول حاجة قبل أصلا ما تتجوزي بتروح يتبعي مع دكتور يقولك أنت تمام عملي التحاليل دي زبطي نفسك بعد الجواز قبل برضو ما تبدأي أن أنت على خطوة الحمل بتتبعي مع الدكتور اللي عارفك واللي هو عارف أنت تحاليلك إيه طب خدي الفيتاميس دي لأ خلي بالك علشان بيبي يطلع سليم المشكلة الأكبر والأكبر إن ممكن يقولك أنت عندك صعوبة في الحمل صعوبة أن أنت تجيبي بيبي نبدأ بقى نسأل نفسها بنعمل مش عارفة إيه طب عملية إيه لأ لأ أنت حتروح لحد كده عارف وبيقول إيه مش مجرد أن أنا رحت على الميديا وفتحت وجبت اسمه واتصلت بيه خلاص لأ أنا النهاردة جايبا لكم حد غير أنه هو يعني حد مقرب لقلوبنا لأنه هو يعني غير أنه هو دكتور لناس كتير جدا يعني وناس أنا أعرفهم شخصيا وحالات أنا شفتها بعيني فعلا كانت مستحيل إن يتخلف أنا جايبا لكم الدكتور ده عشان يقولكم ما تخافوش تعالوا بقى أعرفكم بالدكتور الجميل اللي معنا النهاردة معنا النهاردة دكتور عمر جعفر جراح النساء والتوليد والحقن المجاري والمناظير الجراحية والحمل الحرج زميل جامعة أوفرن فرنسا صباح الفل يا دكتور صباح النور ومنورنا الله يخليك الطايت الحملة حرج وحاجات كده رهيبة بس كله كله كلام سهل الحمد لله فعلا كله سهل المشكلة اللي بتواجه كل البنات أول ما داخلين على مشروع الجواز أنا خايفة ما خلفش ده طبعا حالاتك عارف المشكلة الأساسية على طول فعلا بس هو زي ما قلت أنت مكلمة مهمة جدا 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 اللي إحنا بزي منكشف قبل بس منتجوز يعني هي مش المهمة إن أنا تجوز ولا وبعدين أجي اكتشف المشكلة إحنا كل حاجة دلوقتي الحمد لله لها حل يعني إحنا أول مست ما فيش حالة بإننا نقول لها إن استحالة أحمالي دي خالص إحنا كل وسائل إخصاب المساعد لا تلقاح صناعي وحق المجهري وتنشيط طبويد وكل دول موجودين بنحل مشاكل كل السيدات بس الكلمة اللي إنتي قلتها يا ياسمين هي حكمة إن إحنا نكشف قبل ما نتجوز هي المشكلة إن إحنا كلنا بنفضل سايبين نفسنا وعمرنا بنعمل تشاك ونتجوز ونعود سنة أو سنتين ونتأخر وبعدين نبتدي نزعل تجيلي مكتائبة أيها الفكرة بقى إن طب تجيلي فرحانة وأنا كده أو كده حجهزك وأي أن كانت المشكلة من قبل الجواز أنا ححلها لك أصلا فهي دي نقطة كلها الحكمة زي ما قلت إن إحنا بس نكشف ونعمل تشاكب دكتور النيسة مش بتاع حمل بس والله أنا دكتور الأنسة ودكتور المدام ودكتور الماما ودكتور الجدة يعني على كل المراحل إحنا بنفتكم من كل النواحي فالفكرة بس نعمل تشاكب وما فيش حاجة اسمها إحنا بقى لازم ندي أمل وابتسامة لأ أنت حتحملي كده وكده ما تلاقيش يعني تعالي إن شاء الله إحنا سبب أن حيك تحملي بأي طريقة أنا بحب جدا يعني دايما لما بيحصل بيننا لقاءات وطبعا أنا شفت حاجات على الطبيعة وحالات أنا عرفها شخصيا فعلا الموضوع يعني الحمل الحرك ده أو إن حد يبقى داخل قصم في المود ده بنكتئب لوحدنا بيجينا كده بنتقوقع مع نفسنا فعلا بس بقى اللي بيديقني جدا إن أنا بلاقي الناس باخدين المعلومات من عن نت يعني مثلا يا دكتور في موضوع مهم جدا أعمل تلقيح صنوعي ولا أعمل حقن مجهري دول بيفتوا مع بعض البنات بتفتي مع بعض وفيه ستات ساعات يجوا يطلبوا منك الحاجة أنا جاي الحراكة النهاردة أنا زابت نفسي النهاردة تاني يوم البريد وجارتي قالتلي إن ده اليوم اللي بجي أبدأ فيه التلقيح الصناعي طب حضرتك عندك إيه طب اسمك إيه طب عامل حللة طب أي حاجة لا خالص أنا جاي أنا أسمعت من جارتي إن أعمل التلقيح ده وجاب التوقم فأنا عايز أبقى زيها ده سؤال مهم أول لأن التلقيح الصناعي والحان المجهري حاجتين غير بعض خالص معقولة ولا حاجة وتكلفته المادية كمان رخيصة جدا حقا المجهري دي عملية معقدة شوية وتكلفته أعلى شوية وبيحتاج شروط معينة طيب وقت تلقيح الصناعي عبارة إن إحنا بناخد السائل منوي بتاع الزوج وبندخله عن طريق أسطرة معينة للزوجة جو الجسم يعني بنقرب السائل منوي من المبيض طب ده مين الناس اللي محتاجين يعملوه اللي عندهم مشكلة في العلاقة أول حاجة بيبقى ساعات عندنا مشكلة تشنج أو دي أو كده عند الزوجة مش بيعرفوا يعملوه أو لو عندنا ضعف في حركة السائل المنوي دول أشهر حاجتين طب هو بما إنه رخيص شوية وعملية مش معقدة اللي الناس مش بيعمول كتير لأن نسبة نجاحه 5% أو 10% فمش حاجة زيب نسبة نوعينا الصورة كمان على الشاشة اللي بتاعت الأسطرة دي الله يبقى أنا ورعا حضرتك الأسطرة اللي بتبقى موجودة بس بندخل بيها يبقى مش كل الناس عاملينه لأنه له شرطين أساسيين جدا لازم السيدة يبقى خصوبتها كويسة وقنوات فالوب كويسة والزوج يبقى عنده عدد حينات المنوي كويسة طيب نقول بقى الشرطين دول مش موجودين السيدة عندها مشكلة أو عيب خلق إن قنوات فالوب مقفول أو الزوجة أو الزوجة عنده مشكلة في السائل المنوي إنه ما عندهش حركة خالص أو ما عندهش عدد خالص ساعتها بنرتقل المرحلة الأكبر اللي هي تلحقنا المجهري يعني الدكتور اللي بيحدد الله ينور على حضرتك لأن دي عملية ودي عملية ودي قصة ودي قصة بس إحنا طبعا عشان بنحب نتشطر ونتذاكل تلقيح الصناعة عشان أرخص فنيجي نقول حاجة إحنا طلبين ومش واخد بالها أن دي حاجة ودي حاجة بس نسبة نجاح الحقن المجهري بقى وصلت دلوقتي لسبعين في المية ويعني الحقن المجهري ده لو قابل تقريبا عندهش أي مقاومات إنه يحمل إحنا بنقدر نساعدهم بنسبة نجاح 70% تلقيح الصناعي نسبة نجاحه وخمسة لعشرة بالكتير أو 15% طب موضوع بقى أن أنا كل شهر بروح أعمل تلقيح الصناعي ده غلط أيوة غلط جدا ما أنا بقول الحقيقة لأن المشكلة اللي بيعمل ده مش بيبقوا محضرين كويس يعني هي بتبقى عملة تلقيح الصناعي فكرة أن أنا هعمله وأحمل طب ما عملش أعمل الشهر اللي بعد أعمل اللي بعد لحد ما تجي لنا وتيجي تقولي أنا عاملة 12 مرة هتلقيح الصناعي ده آخر حالة برح عندي في العادة بقى إيالي كده قلت لها طب بعد الـ 12 مرة دول هل عملنا أي فحصات لا خالص الفكرة كلها أن هي طلع عندها نسداد في قناة فلو بيبقى عمرها ما هتحمل عن طريقة تلقيح يبقى هي محتاجة حقن هي محتاجة بس تغير الطريقة يبقى ده ما هي التلقيح الصناعي ده مش نافع لها إيانا فعلاها عملية الحقن المجهري أو أن احنا نعمل لها حاجة تانية اسمها من زاره بنسلي القناة فلو بس المهم أن احنا الـ check-up أو الفحص أو الكشف زي ما قولنا ونحدد وهي بقى تيجي هنا مقصة الدكتور المخاضرة من اللي بياخد القرار الطبي وأنه بيشخص مش أن أنا أروح وأعمل زي ما حاجة قلت على الميديا أو أن أنا أجيب رقم تليفون وألوس أنا مو عليكم أنا عايز أعمل تلقيح وققيت علي وخلاص ما هو الدكتور مش هيبقى خسران حاجة لو حاجة طلبتي الفكرة أن أنا أخد القرار الصح عشان ربنا بس يرزقنا وإيه ويكرمنا وينبقى سبب في ندع مهمة جداً جداً يا جماعة موضوع التلقيح الصنوع اللي احنا واخدينه لعبة ده وكل يوم رايحين راجعين من عند الدكتور مش أنت اللي بتحددي خالص أنت بتروح الدكتور هو اللي بيقولك أنت حالتك كذا أو كذا وعلى فكرة حتوفري إرهاق مادي وإرهاق صحي ما أنت كل ما بتعملي كده أنت بتروحيق نفسك أكتر أيوة وإرهاق نفسي دي مهمة جداً لأن بتبقى السيدة في حالة صعبة جداً لما بنعمل عملية ونقول لها أسبوعين ثلاثة وحتى تحمل لي ولما حملتش بتجيلك بتبقى الدنيا في وشها سودة جداً بالعكس أن ما بناخد القرار صح بقى ربنا يرزقها من أول مرة بتبقى الدنيا بتفرق معهم ويفرحوا صح بس وكمان يا دكتور أنا عايزة أقول لك أن في مشكلة بقى جداً البنات الصغيرة بقى بتتكلم فيها دلوقتي أنا مامتي البيريد تقطعت عندها بدري وراحت فأنا خايفة أن أنا إيه قبل ما أتجوز طبعاً عشان تأخر سنة الزواج ممكن البنت تتجوز على 38 وعلى 40 أي فعلا طب أنا دلوقتي لو أتجوزت وأنا أصلاً ما عنديش بريد أعمل إيه يعني أنا بقى عايزة أسأل حارتك بجد قول لنا أنا عايزة أحافظ على نفسي وأن أنا تفضل خصوبة عندي عالية أعمل إيه طيب ده سؤال مهمة قوي علشان دي قصة فعلاً مهمة بالذات مع الظروف الحالية الاجتماعية والمادية إن احنا تأخر سنة الزواج بيجي لنا سيدات كتيرة جداً جداً بيعملت شكة بس للأسهل برضو بيقى فترة متأخرة احنا في تحليل سهل جداً اسمه AMH التحليل ده اسمه تحليل مخزون الطبويت كل سيدة ربنا بيخلقها يا سمين عندها زي ريزيرف أو احتياطي من الطبويت كل ستة غير التاني ففي واحدة ربنا بيديها احتياطي طبويت يكفيها لسن 50 سنة وفي واحدة لسن 20 وفي واحدة لـ 30 و40 فالمعلومة إننا الدورة بتنقطع على السيدة عند سن الـ 45 ده غلط لا فيه ستات ممكن تنقطع بدري ودي بقى إننا نشوفها كتير يليومين دول بظروف الأكل والشرب وقصة كبيرة كده يبقى إذن إحنا كل سيدة لازم تحلل التحليل ده مع دكتور النساة بتاح وتعمل موجات فوق صوتية اللي هي الصنار تتطمن إن مخزون المبيد كفيها الدقيقة إحنا التحليل ده بسيط بيخلينا نعمل تشاكب تجي للستة لو هي عندها 20 سنة أعرف أقول لها أنت قدامك 10 سنين عيش حياتك براحتك قدامك 20 سنة فقصة كلها إن إحنا دلوقتي عندنا حاجة جديدة اسمها تجميد البويضات يبقى أنا حتى لو السيدة حصل لها مشكلة ما وقلت لها مخزون المبيد قليل كنا زمان نقول لها ينزل للحق بسرعة تجوزي وقالت أي عنيسة أو يحد يتقدم لك ما تختريش لا إحنا دلوقتي يبقى عندنا option جميل جدا أنا قادر لو مخزون المبيد قليل أسحب البويضات وعمل لها تجميد لمدة 10 سنين أو 15 سنة وتحمل براحتها في التالي تستنى براحتها لا دكتور نعيد أسأل سؤال في حتة دي طيب أنا دلوقتي الدورة الشهرية انقطعت أنا ممكن عن طريق لا ما هذه النقطة بقى ما هذه الدورة احنا مش هنوصل لما نقول تلحيك التحليل عشان من نوصلش المرحلة دي احنا أي سيدة ابتدت البيريد عليها تطول شوية يعني ايه بدل ما تجيلها كل شهر بتجيلها كل 40 يوم كل 45 يوم لازم تيجي تكشف طيب سيدة ابتدت البيريد بدل ما بتقعد 5 أو 7 أيام عليها لا ده ابتدت دكتور عمري تبقى يومين ده ابتدت بقى يوم وبشوف أثر بني مش دورة طبيعية يبقى كده ابتدى عندي فيه حاجة غلط احنا طبعا السيدات في مصر بيستنوا 3-4 سنين بالمنظر دا ده المفروض من أول بريد هنقول مرة اوكي حالة نفسية أو حاجة مضايقة الموت مش حال طب مرة تانية لا يبقى لازم أي احنا بنقول رول كده أي 3 دورات فيهم مشكلة أبنورمال لازم تكشفي يبقى أنا لو عدت 3 شهور ولا بعد دورتي بتتأخر او البيريد بيتيجي كمية ليلة لازم أروح فورا أكشف لدكتور النساء بتاعي وبعدها نلحق نفسنا قبل انقطاع الدور انقطاع الدورة ساعات كتيرة جدا بيقى موجودة عند السيدات لمقرد لخبطة هرموناتا ما بنزبطها لها بتلاقي البيريد رجعت تاني فعلا جدا يعني ممكن مع عذابط الهرمونات جدا بيقى شوية هرمونات بيقى مشهورة هرمون ذكورة هرمون لبن يرتفعوا يقطاعوا الدورة أول ما نعدلهم تلاقي الدورة يرجع التاني حلو جد وساعاته هما بيعملوا ممكن تجميد البيض لو حد لسه ما تجوز لو حد اللي نور عليك فساعاته بتحملي بشكله صحيح كنا زمان في العيادة نهزر معهم ان لا ده انت اي عريس يجيلك خلاص بقى مش لان انت بقي بيكي وما تختريش تجالك فلان علان جالنا ايه انت تتجوز على طول لا دلوقتي احنا خلاص بقينا بنعملها تجميد البويضات وانا اعوضي حيات رجل على رجل واختري براحتك وعملي اللي انت عايزها وعيش حياتك لحد السن اللي تحبيه ساعات بردو احنا معانا بردو على الشاشة يعني السور بتوضح اكتر شكل ان احنا بنجمد ازاي البويضة كده بويضة مجمدة بتبقى معانا علشان لو احنا تأخر سن الزواج بتاعنا طيب انا عايزة بقى اسأل حارتك سؤال يعني ده يعني انت عارف هو السؤال ده شائعة دي فيه ناس بقى دلوقتي يعني يقولك انا لسه حاستنى انا عايزة احمل مثلا شار الفلين هروح للدكتور من دي وان اعمل حقنا ما جري ايوه انا رايحة انا بتبقى صغيرة لسه ده صح هو اللي غلط دي موضة وبيجينا فعلا قابلز دلوقتي كتير جدا بعد اول شهر ما تقولي لهم استني حنعمل لهم تشاكب ونقول لهم انتو نور مالقور رحوا ستة شهر او سنة وتعالوا لو ما حملتوش لا انا عايزة دلوقتي ده غلط لان احنا زي ما قلنا العملات موجودة وبنساعد بيها القابلز بس الفكرة كلها لو حريك مش محتاجة دي برضو عملية وليها مضعفات وبنستخدم هرمونات القصة التانية بقى يا سمين ان احنا هما بيجوا يطلبوا ان انا عايزة حقن مجهاري عايزة توقم وعايزة توقم ده مثلا ولده بنت هي دي القصة فهمهم مش بيفهمين ان اولا احنا لنا شروط ومعايير لده يعني احنا تحديد جنس الجنين موجود عندنا وموجود يعني الحمد لله بتعمل بسهولة ولو نسبة نجاح عالية جدا جدا بس المهم هي من اهم شروطه ان يبقى عندنا الاول اولاد يعني يبقى عندي مثلا ولدين او بنتين من نفس النوع فبالتالي نختاروا النوع التاني اللي احنا عايزين لكن هو هو فيه لسه على فكرة ناس مقتنعة بقصة الولد وانا عايزة جيل ولد من اول ايوه طبعا طبعا ان ما فيش بقى وسيلة بالمناسبة سؤال تاني ان هل في وسيلة يا دكتور عمر ان احمل في ولد غير ان انا اعمل حقن مجهري لا خالص عشان ساعة تيجي تقوليك انا سمعت ان لو كلت بردقوش لو شربت مش عارف ايه لا ونمت يوم الاثنين لو عاصحيت يوم التلات ملاش علاقة خالص والله يا جماعة احنا لازم نعمل حقن مجهري تحديد نوع لكن انا ما انصحش ان حد ما عندوش مشكلة وانا ما عندوش تأخر حمل انه يعمل الحقن المجهري اللي هو زي منقول رفاهية وانا انا اختر ان توقم لان التوقم له مشاكل لما ربنا يكرمنا به الواحده اوكي لكن مش انا اللي اسعى له اعمله بالحقن المجهري لانا لما ربنا بيكرمه بيرزينا به بيكمل للاخر لكن انا بقى ليش اروح مع نفسي اقول ان عايز توقم على صنع ما بقاش ان انا ايوه ما اقولش ان انا رايحة بفلوسي اجيب التوقم او رايحة بفلوسي اجيب الولاده البنت لا احنا بنستنى ربنا ما بيرزينا لو اتأخرنا احنا بقى بنتدخل وسعادة ربنا بيكرمه لكن انا المفروض ان انا يعني متقبلة الوعدة طب دكتور يعني الحمل خارج الرحم والحاجات ان احنا بنسوفها الحاجات دي بسيطة عادي ان هي بتتحل وابدأ بقى اعمل الحقن المجهري ايوه بسيطة بس بتشخيص هي الفكرة كلها يسميه بتكمن في ان احنا عندنا مشكلة كبيرة في مصر بنيجي متأخر نكشف يعني حتى السيدة ما بتعرف انها حامل على ما بتيجي تكشف بتيلاقيها مثلا في الشهر التالت طب بتيجي حضرتك اول ما بتحمل لازم تعملي شوية تشاكب اساسي ان اتطمن ان السيدة ما عندهاش انيمية ولا سكر ولا غدة يعني الحاجات البيزيك فهي بتلاقيه جايلك حامل تحطي الصنارة تلاقيه بسم الله مشاء الله البيبي ده قرب ينزل ده قرب نتفع على الولاده ده قرب الشهر الرابع يا مدام ايوه فبعدين تيجي تحليل تلاقيه ايدا ده عندها غدة وعندها كذا وكذا كل ده امر سهل والحمل الحرج اسمه حرج احنا اللي بنعرف نتعامل معا ما فوش مشكلة مفيش حاجة صعبة علينا لكن الفكرة بس لتشاكب زي ما انت قلتي اننا لازم تبقى انت ليكي دكتور من قبل الجواز فبالتالي هو يبقى متابع معاك وابقى انا عارف قصتك لان ساعتها احنا حتى بنسميها ان احنا المريضة دي مربينة على الغالي يعني انا عارف مريضتي عاملة ايه عندها هرمون كذا او عندها غدة او عندها سكر انا بحترم جدا من سياسة دي واحترم النظام جدا فبالتالي اول ما يا اسمين تكلمني دكتور عمر انا خلاص فرح الشهر الجاي خلاص اقول يا اسمين اعمليه للتحليل ده وظبطي ده وده ابقى مجهز نفسي ان شاء الله مدام يا اسمين دي تجي للشهر الجاي حامل مبقاش اتفاجئ بيها خالص وبالعكس ساعاتها بقى انا عندي مشاكل عند مدام يا اسمينة بقى انا عارف انها اخذي بالك انت متجوزة لو بقى شهر شهرين ما حملتيش تعال اعملك الحقن يعني انا اللي اقولها لاننا عارف متوقع ما انا بقى هو ده السؤال بقى النهاردة عايزة اسأله لك انا امتى اقلى انا واحدة حديثة الزواج وحب جوزي وكله تمام طب انا امتى ابدأ اقلى يعني لما نعمل فحوصاتنا لو لقينا فيه كلمات معينة عندنا كده لما بنلاقيها لو عندنا ضعف في مخزونة طبويض عند السيدات ودي حاجة موجودة دلوقتي وشائعة دي اللي لازم على طولنا حتى البنات الصغيرة حتى البنات الصغيرين احنا بيجينا بنات عشرين سنة وخمسة وعشرين سنة عندهم ضعف لو انا عندي مشكلة في تحليل الزوج مهوساء المنوي احنا حتى ابيع رصة بجينا بنطلب من جزها من غير ما نشوف ان يعمل لنا تحليل لو عنده ضعف في الحرقة او العدد لو عندها مشكلة عضوية في الرحم زي حاجة اسمها لحمية في الرحم او انستداد في قنوات فالوب او قرابلي في دي اللي بنقول لها برضو اتجوزي من هنا وتعليلنا على طول او بنعمل لها لعملية المنظر لنستقصل بها الحاجة دي قبل الجواز فالتلات كلمات دول يعتبروا هم اللي نقلق بيهم غير كده مفيش حاجة خلاص تقلقنا وزي ما قلنا طالما بنعمل التشاكب وطالما بنكشف احنا اللي حنبقى بنقول للحقيق احنا اللي حنبقى الجاهد بتاعك اني عملي كذا واقلقي او ما تقلقيش يعني طالما انا تحليلي تمام والدكتور متابع معي قعدت بقى صهر اتنين ستة انا ما قلقش من اي حاجة مشكلتنا في ان احنا ما بنعملش التشاكب وما بنكشفش عند الحد الموثوق فيه بس ايدي الفكرة كلها جماعة الخلاصة بلاش تفتي وبلاش تروح تسألي من بره تعاملي مع دكتور يكون طبعا يكون زو ثقة تعاملي مع دكتور يكون فاهم تعاملي مع دكتور يكون متابع معاك ودكتور يكون انت مرتاحة معاك الدكتور مهم جدا مش دكتور يقولك انت حامل في ولد ولا بنت مش شاشة حتشوفي منها انت حامل في ايه الدكتور ده يعني اسلوب ويعني نظام ويعني حاجة زي اللايف ستايل حتى لو ما تجوزتيش يكون حيط طمين على نفسك دكتور عمر جعفر حارتك نورتنا واحلى حاجة في الموضوع يعني انا بحيثك دايما مع المرضى الموضوع فرندلي خليفي جدا معه كل المرضى يعني صحابنا واخواتنا وعائلاتنا ومبسوط جدا 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 ان انا جيت لحضرتك ساكن يا دكتور عمر نورتنا وشرفتنا ويا جماعة يا رب تكونوا استفدتوا وخلي بالكوا عن نفسكوا هنروح للفاصل ونرجع تاني لفاصل ونواصل اتكلمنا النهاردة في الانترو عن الفرق بين ان انا اكون في حالة حزن وان انا يكون عندي مرض اكتئاب فيه بقى نوع من الاكتئاب بيزعلني قوي ايه هو؟ اني تيجي بنوتا وشها زي القمر او تيجي ست متجوزة خليفت مثلا وشها زي القمر بتقولك انا عندي مرض اكتئاب انا مش فرحانة انا مش عايزة اتعامل مع حد انا حزينة انا متضايقة انا مخنوقة طب ايه بقى؟ اصلا انا جسمي؟ مليان قوي حاسة بحالة من التنمر عندي مفرامة نفسية من الضغط ان انا جوزي ممكن يتجوز علي عندي توطر ان انا ممكن ما تخطبش واتجوز وان حد يكون معجب بيا عندي توطر ان انا بنزل بحس ان الناس بص علي وحساني كده شخصية كده ايه مش ركبة على بعضها فيه ناس بيبقى فعلا عندها اماكن يعني بيبقى فيها فاتس بيبقى فيها دهون اكتر من اماكن فيه بنات فعلا ممكن ان هي الحارقة عندها ضعيفة تبدأ ان هي تحس ان مودها جاية على الاكل بقى وكده فتبدأ تتخن جدا طبعا احنا قلنا مرارا وتكرارا ان الست يعني الجميل والثقة بالنفسة واللستة والراجل ده حاجة مهمة جدا فلما انتي يبقى عندك زيرة وثقة ده معناها ايه؟ ده معناها ان انتي ولا هتعرفي تتعاملي ولا هتعرفي تربي ولادك ولا هتعرفي تتروحي جماعتك ولا هتعرفي اصلا انتي تتحكي وتتبستي لان الجمال ده سمة اساسية من سمات المرأة طيب مفيش مشكلة ملهاش حال مفيش حاجة اسمها انا مليانة وانا حاود في البيت انا كده خلاص حياتي تدمرت مش حاجة اسمها كده بس في حاجة اسمها ان انا ابدأ اعيد فورمات حياتي أبدأ أزبط الفريم اللي أنا قاعدة فيه أبدأ أشوف أنا باكل إيه طب باكل صح طب باكل غلط طب أنا الحرق بتاعي ضعيف ليه طب أنا بعمل إيه نومبر ون للناس اللي عندهم أوفر ويت أو الناس اللي هم عندهم وزن كبير أو حاسة أن أنت مليانة على شكلك وعلى طولك وعلى تكوين جسمك نومبر ون أن أنت روحي تعمليه دحليل طبع دكتور مختص دين يا تمام يبقى أنت كده الحمد لله في السف ساعد ما عندكش أي أمراض طيب نومبر تو مرة اثنين أن أنا أبدأ أزبط أكلي أبدأ أزبط نزامي اليومي أمشي شوية أقلل شوية في العشاء أدخل الخضروات أقطع خيار كده وحطه معايا في الشنطة وأنا نازل عشان لما أجوع أنا أقنق فيه أبطل الشيب سي وبطل السناكس الكتير وبطل اللي تشاكلتس اللي عمال على بطال على قد ما أقدر طيب أنا مش قادر أحب الأكل حب المحشي أحب البطة كده أععد أكل أعمل إيه فيه ناس تقولك مش قادر هي دي متعتي في الحياة طيب أنا بحب الأكل جايين بقى النهاردة عشان نقولك هنساعدك كل يا ستي بس إحنا حنخليك تبطلي تكل كتير إحنا اللي حنعمل معا كده إزاي؟ في حاجة اسمها منتجات بجيبها بتساعد معايا إن أنا أحس بالشبع يعني أنا بدل ما أكل نص فرخة أنا حيكون ربع فرخة وبمزاجي على فكرة إزاي؟ عن طريق المنتجات اللي إنتوا حتشوفوها دلوقت دي دي مجموعة من المنتجات باخدها بنظام معين قمت الصبح عايزة أفطر قبل مفطر باخد حباية من العلبة اللي لونها بينك دي إيه ده إزاي؟ طبعا أنا ما بحبش على فكرة الأدوية أنا ممكن حاجة تلعب في هرموناتي أنا 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 النهاردة حسبتلكو على الهوى إن دي أعشان طبعي طيب عند الغداء الأكلة الكبيرة بتاعتنا هعمل إيه؟ حديكي فوار إيه الفوار ده؟ هتاخديه قبل الغداء بنص ساعة بربع ساعة بس بتبقي محضرة بطريقة معينة بيعملك حاجة أسمائي سد للشهية ما أشجع عن الجوع الشري إن أنا حدخل أكسر الدنيا طيب جينا عند العشا برضو أنا روحت البيت بعض يوم طويل عايز أأكل هتاخدي نفس الحباية اللي إنتي خدتيها الصبح قبل العشا بربع ساعة وهكذا طب إيه بقى العلبتين اللي هم أنا شايفهم دول واحدة زرقى وواحدة أورنج أنا بعد ما خدت الحبوب وبعد ما خدت الفوار أنا فيه كده علبتين هتجيلي مع المنتج العلبتين دول عبارة عن كريمين الأورنج دي لو إنتي عندك منطقة معينة بدأت تحسي فيها بتراهلات مع لما فقد الوزن أول ما تبدأت تخسي طب إيه العلبة الزرقى دي؟ فيه بنات أو ستات أو رجالة بيطلع لهم حاجة اسمها ستراتش ماركس اللي ستراتش ماركس دي اللي هي الخطوط البيضة اللي بتطلع نتيجة إن أنا زدت خسيت التقلبات اللي بتحصل في الجسم طب يعني إحنا دلوقتي عايزين نعرف أكتر يعني شمعنا المنتج ده اللي أنا هاخده المنتج ده أهم من إنك تتعبي جدا جدا في الضيب ليه؟ عملتي تحليلك بدأتي تزبطي أكلك على قد ما تقدري بس أنت بتاكلي بكمية كبيرة المنتج ده حيساعدك إن أنت تحرقي حيساعدك إن أنت تحسي بالشبع ليه؟ لأنه هو المستخلص من نبات السيليم إيه هو نبات السيليم ده؟ ده نبات في حمض الحمض ده أول ما اتخذي المنتج بيبدأ اللي هو يحسسك بالشبع طب تعالوا كده ناخد حاجة حاجة دي العلبة البينك اللي أنا بكلمكم عليه دي أول ما نسحى الصبح هنروح ناخد من العلبة البينك هنروح ناخد من العلبة البينك إيه؟ حباية واحدة هناخد حباية واحدة ليه؟ لأنه هو ده اللي هيساعدنا إن إحنا ناكل بشكل قليل بصوا بقا أنا النهاردة هعمل لكم حاجة كده على الهوى ودي ما بتحصلش أصلا يعني هنحاعملها ورزق على الله مش دي الحباية؟ دي الحباية اللي إحنا بناخدها وبنقول إنها بتغير فورموناتنا والحق والإشعات اللي ساعد بتطلع على منتجات فعلا في حاجات كده في حاجات كده غلط ما تروحيش تاخدي حاجة كده تقري عن نت بوست مش دي الحباية؟ طب أنا هفتح لكل حباية بصوا ممكن بقى كلوز إن كده أهو كلها أعشاب ممكن لو أنت ما بتعرفيش تبلعي تجيبي نص كوباية مية أهي أعشاب أعشاب بتدوي بيها أهي بتدوي بيها في المية وتشربيها أهي حاجة زي الفوار كده الغلط إنها تبقى حباية نشفة كده أنت مش عارفة إيه؟ أعشاب هيا أعشاب بس أعشاب بس أعشاب معمولة بطريقة معينة تساعدك على الحرب آه دي الحباية طيب أخدت الحباية وعدت ربع ساعة هفتر أنا بقى من نفسي هحس إن أنا فطاري قلب بدل ما أخد ساندوتشين ثلاثة كده هاخد ساندوتش ومش هقولكوا خدوا سكر دايت دا 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 حيساعدكم إن انتوا تستعملوا السكر العادي وإنت كده كده هتحس إن انت مش قدرة تاكل كمية الرهيبة اللي كنت بتاكلها خلصنا الفطار نزلين الشغل بين الفطار والغدا أربع خمس ساعات ثلاث أربع ساعات طبعا بروح الشغل يلا نطلب مع بعض كلنا ساندوتشات فول ولا نجيب مش عارفة شاور مامنين طب تمام حلو قوي أنا عايز أكون معاهم طب هعمل إيه؟ هروح كده انطلق؟ لا في حاجة بس عايز أقولها مهمة جدا بين الفطار والغدا بيحطي في شنطيتك كده شوية فاكها متقطعة شوية خضار متقطعة أول ما تلاقي نفسك كده عايزة تنقنقف حاجة نقنقف الحاجات دي علشان بس تفضلي كده موردة وجميلة طب روحنا للغدا أنا حتغدى هون أنا طلبت الأوردر وحتغدى هون ها؟ أعمل إيه؟ أخد الكيس السحري ده إيه الكيس السحري ده؟ أنا بالنسبالي أكتر حاجة بحبها الكيس ده الكيس ده بيحسسك إن انتي كلتي فرخاية كده بعمله إزاي؟ قبل ما تغدى بنص ساعة بربع ساعة بفتح الكيس وبجيب كوباية فيها تلت تلتها مية أو ربعها مية وبفتح الكيس أهو وببدأ إن أنا أحط كل المكونات وطبعا كلها من أعشاب طبعية في الكيس وببدأ أقلب ريحته أنا ناس طعمه أنا ناس طيب أنا ليه بقى بعمل ده كده؟ علشان لازم أحط في كوباية وأقلبه علشان بيتحول بعد عشر دايق أو ربع ساعة لجلي أنا ناس وأقول لكم على حاجة ما بحبش إن أنا يعني إيه حطي عليه بش عارف عصير لمون طب حطي عليه شوية لبن أنا عن نفسي بحب أخده كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده ومش لازم أبقى تخينة وفظيعة بس بحب أخده بالطريقة دي حسيبه شوية علشان خاطر يبدأ يتماسك إيه بقى الحلو في ده؟ بعد ما حضره وأنا خلاص دخلة على الغدى بسرعة 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 أنا وأنا قعدة قدام الأكل أنا عايزة أكل بس هاريت عارفين كده اللقطة الأولانية إنه وأنا داخل جعني قوي في عمال أكل 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 مش حايتس بقى أنا بأكل فرقه ولا سمق هي دي هو هيعملك ده والحالو والجميل كمية الفايتامينز اللي موجودة وأنا يهمني جداً الموضوع ده لأن أنا مش عايزة أخيس ولاقي شعري وقع مش عايزة أخيس ولاقي هالات سودا عندك ماغنسيوم علشان عظمك ما يحصلوش هشاشة عندك فيتامين سي علشان منعتك عندك الأحلى والأحلى والأحلى فيتامين دي اللي كل الناس بتقولك أنا عندي نقص فيتامين دي أصلاً تعبين عندي نقص فيتامين دي أصلاً مش قادر أمشي عندي نقص فيتامين دي شعري بيقو عندي نقص إحنا جبنالك فيتامين دي بقولك تفتك خدتي الفوار حطتيه في الكوباية شربتي تفرجي واللي استخدم المنتج يتواصل معانا يقول لنا الجديد اللي لسه هيشتري ها حسيته بايه فيه احساس شبعة يا جمال احساس لهفة الاكل دي راحت خلاص خلصت الحمد لله حبست كوب بيت الشاي اللي في الخمسينة بتاعتي كله تمام طيب اكمل بقى حياتي اذكر لولادي ولا شوف انا هخرج مع صحابي ولا هعمل ايه تمام اروح على العشن نفس الحباية باخد الحباية قبل العشب ربع ساعة فتحناها على الهوى عشانا بيقول لكم ان هي عشاب طبيعية ده اللي همكو ان انا مش باخد حاجة تلعب في هرموناتي مش باخد حاجة تحسسني بالشبع بس تحسسني ان انا زعلانة لا طبعا ارفض تماما للمنتجات اللي من النوع ده اوه عيتاخذي حاجة لمجرد ان هي عاملة دعاية اوه عيتاخذي حاجة لمجرد ان صاحبتك قالتلي كانا خصيت عليها اوه عيتعملي ده الحاجة الامنة هي الحاجة اللي مليانة اعشاب هي الحاجة اللي من مكونات طبيعية هي الحاجة اللي بتحسسك بالشبع وانتي قاعدة مرتاحة ان مفيش حاجة هتتغير فيك الحاجة الحلوة ان انتي لما تاخد ديه منتج التخصيص ده اللي هتحس ان بشرتك زي ما هي هتحس ان شعرك موقعش مش هتحسي بالكسر مش هتحسي بالزعل مش هتحسي بالاكتئاب ده اهم حاجة في المنتج اللي حيساعدك والأعشاب اللي حتساعدك على الحرب أنا واحدة بحب الأكل أنا بحب إن أنا أشوف طبق شيك قدامي يقوم فيه أكل مهندم كده أنا بحب أكل بحب أكل واخد راحتي طبعاً ملاكل ومش عارفة وقف ومش قادرة أمشي النهاردة ومش قادرة أقطع لي الخيارتين اللي حاكلهم قبل ما تغدى ولا التفاحات منسيت أجيب تفاحة هتأخذي الفوار ده اللي حيتحول معاكي اللي جالي هتكلي وتفرجي على النتيجة خلال شهر هتحسي في فرق جبار أنا ما بحبش أقول لي خلال يوم خلال اتنين لأ أنت كل ما تلاقي نفسك بتخسي كيلو واثنين وثلاثة أنت نفسياً هتبقي مبسوطة لما أقف على الميزان ولاقي نفسي إن أنا خستت تلاتة أربعة كيلو في ظرف أسبوع يعني أنا ممكن خلال شهر أوصل لعشر خمستاشر كيلو وأنا ما عملتش مجهود ما أقبرتش نفسي أروح أتفع اشتراك جيم مهمة الرياضة جداً ممكن نعوضها بالمشي طلعي السل منزلي أنت ساكنة في الدولة التالت الرابط طلعي السل منزلي بدل الأسنسير طلعي السل امشي شوية الكنية العربية في حتة بعيدة وامشي شوية للحرق بس ادخلي شوية فاكهة وشوية أي نوع فاكهة وأي نوع خضار دخلي معاك في حياتك بدل ما تعودي تضيعي فلوسك وصحتك في الجانج فود وفي الحاجات المعلبات اللي أصلاً غلط حتي الحاجات الصحية في شطتك فيه بقى ناس بتقولك أنا عايزة أجرب المنتج ده بس أنا عندي سؤال أعمل إيه النهاردة أنا جمعت لكم كده شوية أسئلة من الناس اللي تواصلوا معنا وعايزين يستخدموا المنتج أو قراري دي يستخدموا طيب معنا سؤال بيقول إيه أنا وزني 70 كيلو طولي 163 سني 29 ما عنديش أي مشكل صحية وزي الفل الحمد لله بس عندي الحرق ضعيف جداً ما بخسش أسطاً ولا بخس بسهولة أماكن الدهون في البطن والأرداف عندي أكتر حاجة أعمل إيه تعالي بقى أنا أقولك تعمل إيه إن يكون وزنك 70 دي حاجة كويسة على فكرة جداً مش حاجة وحشة بس أنت مشكلتك في حاجتين أولاً حرقك ضعيف روحي أعملي تحليل أعرضيها على دكتور تغذية أو دكتور مختص وتأكدي إن أنت تمام من كل التحاليل اللي موجودة اللي بتبقى مناسبة لعمليات التخصيص أنت بتقولي أنا ما عنديش مشكل صحية أيوة أنت ممكن تكوني بتقولي كده ما عنديش ضغط ما عنديش سكر ما عنديش قلب تمام بس في حاجات ممكن تكون في التحاليل بتاعتك أنت مش عارفها اتأكدي إن أنت تمام تاني حاجة عندك أماكن معينة يبقى إحنا لازم نخص شوية كمان زيادة علشان يبدأ جسمنا كله يخص المشكلة يا جماعة إن دايماً يقولك إيه أنا أول حاجة بتخص وشي أنا أول حاجة بتخص مثلاً دراعي أنا دايماً عندي في أرداف هي هنا كتبة إن هي عندها دهون في البطن ودهون في الأرداف اللي بيساعدك على ده الكريم اللي موجود معانا في مجموعة التخصيص إيه الكريم ده؟ الكريم ده اللي هو الكريم الأورنج اللي انتي شايفها ده بتعملي بيه إيه؟ بتيجي عند المنطقة اللي مدايقاكي زيادة عن اللزوم وبتبدأي قبل النوم من نص ساعة أو ساعة بتبدأي تدهني عليها من الكريم ده كده يعني طريقة كده كويسة ودائرية وعارفين المرة الجاية إن شاء الله حاجبه لكم معي عارفين الرل اللي هو زي الفويل بس الرل اللي هو الشفاف ده اللي منغطي بيه الأكل لفي على بطنك أو لفي على رجلك أردافك حطي الكريم ولفي هيساعدك جدا على الحر ومش هيعملك تراهلات طبعا مع النظام المتبع بتاع التخصيص اللي هو أنا باخد الحباية قبل الفطار باخد الحباية قبل العاشة معي الفوار بتاعي في نص اليو انتي ماشي على ده بس ده بيساعدك على المنطقة المزعجة بالنسبالك فنصحتي ليك إن انتي مع كل ده استخديم الكريم ده من دايوان أنا جاي حبدأ تخصيصي وعارفة أن أنا من دايقة من بطني حطي الكريم ده طيب تعالوا نشوف سؤال تاني أنا سني 55 سنة طولي 158 وزني 77 عملة تحويل مصار من أربع سنين وبدأت أدخن تاني عندي جناب وعندي فخاد أو أرداف وبطني كمان مدايقاني مش عارفة عامل إيه نفس المشكلة برضو هقولك إن انتي اتبعي النظام الغذائي الطبيعي اللي هو قللي في أكلك على قد ما تقدري ما قدرتيش عندك منتج التخصيص ده خديه هيساعدك إن أنتي ما تتخنيش أنتي ممكن ما تبقيش محتاجة إن أنتي تخلي الكورس مكسف لأ أنتي ممكن إن أنتي ده بيساعدك على تثبيت الوزن أنتي بتثبتي وزنك أنا وصلت إن أنا 70 كيلو حلو قوي مش عايز أتخن بقى طيب معي كيس الفوارة هوا قبل ما يكل أخد كيس الفوار بتاعي إيه المشكلة يعني؟ هتعف في إيه حاجة أمينة وصحية وجميلة وطعمها أنا ناس وزي الفل تمام؟ عندي مشكلة في بطني عندك الكريم اللي بقولك عليه بتبدأ يتدهني وبتحطي اللي ستريتش بتاعك مش عايزة تحطي اللي ستريتش ما تحطي هوس يدهني كويس قبل النوم بربع ساعة ونص ساعة يتشرب بس ونامي هيساعدك إنما أنا خسيت وخلاص بقى كده ربنا يسهل بقى وعشوف عامل إيه لا طبعا حرام بعد المجهود اللي بتعمليه تلاقي نفسك إن انتي مش عارفة تكملي حياتك صحة عندنا مشكلة كمان لو سمحت هل الكورس بيسد الشهية؟ يعني مش لازم نظام غذائي أرجو الرد الأهمية وشكرا لزوق حضرتك بصي الكورس بيسد الشهية تمام؟ بس انتي لازم تتبعي معاه نظام غذائي على قد ما تقدري فيه خضروات وفكها أنا طلب منك الطلب ده حطي خضار حطي فكها الدوة ده حيسدلك إن شهية شوية بدل ما حتاكلي نص فرخة حتاكلي ربع فرخة هو ده اللي بيساعد على سد الشهية والحرق وكمان الطميني عندك فيتامين دي عندك ماغنسيا عندك فيتامين سي الحاجات دي كلها بتساعدك إن انتي ما يتبقاش وشك شاحب إن انتي شعرك ما يقعش إن انتي تحفظي برضو على الشيب بتاع شكلك الأماكن اللي عندك فيها دهون بدقي اذهني عليها قبل النوم عيد الكورس للمرة الأخيرة إن عندك حباية قبل الفطار عندك حباية قبل العشاء عندك الفوار اللي انتي بتستخدميه ده بيكون قبل الغداء اتصلوا على الأرقام الموجودة على الشاشة عندكم تسع أرقام لقيتوا الأرقام مشغولة عندكم الواتساب تواصلوا عليها خذوا العرض احنا عندنا عرض الشهر وعندنا عرض الشهرين لو انتي حاسة ان انتي مليانة وعايزة تواصل بفترة طويلة عندك عرض بدل الشهرين في شهر عايزة أقول لكم خلي بالكم على صحتكم وعلى جسمكم وإن شاء الله إن شاء الله كلنا حنبقى زي الأمر حنروح لفاصل ونرجع لك تاني ابقوا معنا انا قلت بقى النهاردة كده اجيب لكم حاجة حلوة من الحلويات بما إن احنا بنتكلم على التخصيص وإزاي تيبقي حلوة أنا جبت لكم الحلوة الحلوة عادة قدامي الحمدلوقتي صباح الفل صباح اليسنين وحشتين وحشتين انتي أكتر طبعا يعني بس انتي أي حتة بتبين فيها بتبين منورة فيها حبيبت ألواناتك وفي سفورياتك أنا ولا شايفة تجعيدة ولا شايفة حاجة غمقة وشايفة الدنيا منورة والوش زي البدر إيه يا بنتي أسيبك شوية أرجع عليك كده في إيه يعني بصي لا هو أكبر أنا أقولي بس شايفة دي وفيه كمان خرزة زرقة وفيه خمسة وخميسة كل العجال بس ربنا ما جعلناش جور عيني حلوين واسم ياسمي لا بجد بجد رب أخليك يا حبيبتي لا يا حبيبتي عيونك الحلوة يعني لان عايزة الوصف بقول لك يا مايور أنا جايبكي هنا حبساكي وليه للو أنا عايزة أعرف أنت عملت حلوة ازاي وليه رب يخليك يا روحي والله أبدا أنا أقولك على حاجة الموضوع كله إن ممكن حد إذا كنت بقى فعلا بحلاوة زمانتي أقولي عشانتي حبيبتي بس أحلى حاجة إنك أنت تبقي فيه علاقة بينك وبالرب يعني بكل التفاصيل كده إن كتول ما أنت حاسب قرب من الله سبحانه وتعالى الوضوء الوضوء وجاء بيخلي الوش تحفى وأنا ما بسترخصش طبعا في منتجاتي بستخدمها لبشرتي دي كل واحدة بتشوفني دلوقتي ممكن تقول إيه لا أنا أجيب حاجة على قد إيدي يعني بصي لو هتجيبي حاجة واحدة بس ما تدمريش بشرت أكتر من كده أنا بحبش بصراحة يعني على قد ما إحنا تلطي في أحداث وحشة بتاع تغزة بحسة أنا مش عايزة ببقى اكتئب أنت عارفة إنه أنا يعني الاكتئاب حد للعالاتون الأكتئاب يعني أكل يعني حرويات يعني يعني كل الحاجات المضرورة أنا طبعا شاكلي عشان الشغل وقبل الشغل كمان أنا بحب أقف قدام المراية يعجبني اللوق بتاعي أنا حب أبقى حلوة كده وأمر في نفسي أنا واسكة في نفسي لا بس عارفة كمان إيه أنا قسيرة يعني لو أنا سبت نفسي الوزن زيادة هبقى شاكلي شبه الدولاب كده أنت عارفة النهاردة كنت بتكلم على البرض التخن والناس يعني اللي بيجي لها اكتئاب البنات أصلا اللي فجأة بتكتئب ما بتبقاش أصلا عايزة تنزل بس أنا من كتر المشاكل اللي بتجي لها وطبعا أنت أدرة بالموضوع ده جدا طب أنا عايزة بحب الأكل حب البط أعمل إيه النهاردة كنت بتكلم على منتج عن التخصيص كنت أنا يعني إيه أنت عارفة إحنا ساعات كده مع الشغل بتبقي تضطر تجيبي حاجات من بره تاكلي مش عارفة إيه في حاجات كده جونك فود من بره آه مش ممكن عايزة بقى النهاردة برضه طب المناسبة بقى بما إن الأمر ما يرمعين أنا عايزة أعدلكو كورس التخصيص اللي إحنا كنا بنتكلم عليه الفقرة اللي فاتت كورس التخصيص ده يا جماعة حيساعدك بس إن أنت إيه بتعرفي تحرق شوية يعني إن أنت بتاكلي برضه وبنزل أتماشى شوية باكل يخضار باكل فكة بس أنا معايا كورس بيساعدني على الحر بعمل إيه بصحى الصبح يا ميار باخد من العلبة البنك دي نص حباية باخد حباية باخد من العلبة البنك دي حباية خلاص وبعد كده أفطر وأعيش حياتي أجي على الغدى في عندي بقى كيس الفوار ده كيس الفوار ده يا جماعة ده زي الأعشاب كده آه زي الأعشاب كيس الفوار ده يا جماعة اختراع حاجة كده بالأنانيس بتحطيها قبل الغدى بربع ساعة أو نصف ساعة بيبقى شبه الجلي بتاكلي بدل ما تبقي دخل على الفرخة كده على تكلية من كل حتة لأ ممكن تاكلي حاجة بسيطة منها معلقتين رز فده بيعمل لك سد للشهائرية ومليان فيتامينس عندك فيتامين دي عندك مازميسيوم عندك فيتامين سي أنا بحب الحاجات اللي طعمها حلو ما حبش حد يقدرني طعم الدوى ده أنا بكرهه أصلا ما احساس الدايت والدوى اللي كن صعب وبعدين بيجيب لك بقى فعلا حالة من الحزن كده هو أنا للدرجودي شكل يوحش جماعة ما أنا للدرجودي لازم أعمل المجهود ده كده كلمة اللي تقهرك هي انتي لو تخسي شوية هتبقي قامل جوزك بقى ده مصيف ده خلاص كده انتي ده خلاص كده انتي ده خلاص كده حرط سنأتي نفسي بالنجاة أنا كده أنا عايزة أقولك كمان ان قبل العشاء جماعة لما بقى وانتي عادة معجوزك قبل ما يقولك انتي مليانة ابتخدي نفس الحباية دي وبعد كده تعودي ربع ساعة تتحضري بس الأكل على صفرة وتبدأي تتعاشي أحلى حاجة في المنتج ده ان هو مليان أعشاب عندنا بقى النهاردة وعلشان معنا الأمر كده ما يرى أنا قلت أقولكو يعني العرض اللي موجود قبل ما الشهر يخلص تواصلوا معنا على الأرقام اللي موجودة على الشاشة احنا عندنا ممكن نجيب العرض عرضين عندنا ساعات يقولك إيه أنا عندي باطل أنا بخيصي بس أنا عندي باطل الأرداف والأرباح طبعا حوض البحر العبد المتوسط عند كل السفر المنتج ده بقى انتوا عندكو كريم الأورنج ده بتحطي على المكان اللي هو مليان شوية زيادة بتدهيني كويس جدا جدا قبل ما تنيني بيساعد بس معاكي على الحر أنا حبيت بس كده أقولكو إن في حاجات بتساعدكو للناس اللي عندها يأس إن أنا لازم آكل ولازم عيش حياتي ده الملاز بتاعي لأ أنت ممكن تأخذي المنتجات دي حتساعدك تواصلوا على الأرقام اللي موجودة على الشاشة علشان خاطر تخسي وتبقي زي الأمر زي الأمر اللي قاعد قدامنا توقع يا خيارتي لأي يا حميدة أنت عارفة الحلاوة في إيه؟ الحلاوة إن أنت ملامحك حلوة خلاص بس الحلاوة إن في ناس كده فيها روح يقولك حلاوة الروح بس أقولك الحاجة فعلا لو إحنا فعلا حاسين إن إحنا عندنا ثقة في نفسنا وحاسين يعني الحمد لله ربنا ادانا شيء من الجميع لازم ناخذ بالأسباب يعني لازم زي المنتجات دي أي منتجات ممكن تساعدني إن أنا مواقص لإنسي بصي قوة الإرادة بتضعف جدا قدام الأكل الإكتئاب يا ميار والضغط اللي إحنا فيه فعلا مش عايزة تروح الجامعة عشان مذاكرة بتبقى طول ما هي قاعدة عايزة تأكل العيال في المدرسة يجوا من المدرسة أكل الأمهات طول ما هي بتعمل أكل لعيالها ولا بتعمل عيالها عارفة زي المكنسة الهوفر عمالة شوكولاتية وقعت مش عارفة أقامل واد أي حاجة بتلميها فلا طبعا لازم ناخذ بالأسباب موضوع إن إحنا نستخدم يعني ناس كتيروا يقولي كي لا الحاجات دي ممكن تبقى مدرة لا الحاجات دي مش مدرة لأنها بتبقى مرخصة وبتبقى هيئة ثلامات بس الحاجات اللي فيها عشاب بصراحة أنا ما بحبش الحاجات اللي انت تلاقي حباية كده انت مش فاهمالها لا لازم يبقى الموضوع يعني انت لو فتحت الحباية دي هتلاقي لجواها عشاب انت ممكن تحطيها على كوبات مية لكن الحاجات اللي انت بتبقى مش فاهمة هي عايزة ايه بالزبط دي دي حاجات تقلل على مراكز الشابع في المخ وبتبقى كرسة على طول تلاقي نفسك متعصابة متنرفيزة قلة تنوم في قرق في بلاوي فأنا لا منصحش بي أنا منتج من المنتجات خدتوا لا اتعبني طب لكن الحاجات اللي عشاب دي بص يمكن احنا كمان علشان شغلنا بيخليكي غصبا عنك بتدوري على كل ما هو جديد ومفيد لكن البنات بتعمل ايه تعملت ايه كبت من عنات مش عارفة قنا عارض بدل مش عارفة ايه جبتوا باتنين جنيه طب ما انتو يا جماعة ازاي طبعا يعني زي ساندو زي الكيف دي الكيف دي بخمسة جنيه الواحد مش عارض الكلب مستورط الكلب مستورط ده حد جايلنا كده ايه مش كده حد يفرق منا بعيدا عنينا يا ريز لا هيختي بعد الشارع لا ففعلا والله دايما بعدين بقى ايه ساعات تيجي ناس تسألك طب انت نتخسيتي ازاي انت مش عارفة عملت ايه لا حسة ايه عادي جانب مى شاء الله ها لا بستي خلي بالك انت عرفة ان كل ده انا خذت خمسة كيلو بس المشكلة ان انا كنت باكل باكل يعني انا بحب 60 تحت ده قالت والله يقول ده خمسة كيلو مى شاء الله بس لا فيه خمسة كيلو بيبانو اه بس انت اصلا حلوة في كل حاجةSON بس بجد لا بيميني لا بتقليود لأنني أحب الأكل فلما استخدمت الفواردة قبل الأكل بقى كده بنص ساعة بصراحة بحط الفواردة كده في كباية مياه عامل زي الجالي فأنا بحب أعود الأكل مهندم كده كنت لسا أقول لهم بحب أعود الأكل وأعود أكل ونقلق كده براحتين ممكن أعود نص ساعة ممكن أعود ساعة لكن لما بتاخد الحاجة بتقفلك الشهية شوي تعرف أول ما بتدخلي كده على الأكل بتشافه وسمك ولا فراخ أيوة بقى السمك بقى الإسكندرنية وعايز أقولك كمان يا ميور من الحاجات برضو اللي دايما بنقعد سئل فيها كتب جدا طب أنا خسيت إزاي حافظ على وزني طب أنا بشريتي حلوة إزاي أكمل كده بالزبط فالموضوع الناس برضو فاكرة سهل لأ مش سهل فيه روتين يومي لازم يتعمل زي ما أنت وصل تاخدي كورس لا تمشي عليه لحد ما لوزني وبتاخدي كورس بتثبتي بقى وزني طبعا لأن الناس تقول كي أنا خسيت زي ما أنا عايزة أو تقوم سايبة الموضوع طبعا أنت هترجع تاكل أكتر مما كنتك لما تثبت بطريقة معينة لا طبعا دي طبعا لا وبعدين أنتو بقى يا جماعة ما أنتو مزيعة بقى بيتحطي ميكوب وبتعملي ما هو آه إحنا بنحط ميكوب وكل حاجة لا لي كما بتدريش حاجة ولو حيدري شهر ما أنتو العيوب حتزيد وحتزيد لا الإضاءة بتبين كل دي فهات للوش حاديش يركز في الوش بقى قوي يا جماعة طلعا لا بقولك وإيه ما أنا بشوشك أمر ما سأل لأمر ربنا يا خليكي لأ أنا بالنسبة لسني يعني أنا كنبري نفسك بقى وعملي بقى كمده أو لا ماشي حبيبتي لما ربنا ديكي العمر لو قعدتي الخمسين زي أمر والله ما شاء الله ربنا يا خمسين سنة وماشي في الواحد وخمسين ربنا يا خمسين سنة الحمد لله أنه أنا بقى كده بحق يعني وأنا برضو مش حنتوفة قوي لكن بعمل بيزك من زمان ماشي عالي ماشي يكده على نظام الدنيا تبقى لزيزة فيه في نفس الوقت أنت مش مرهقة نفسك ولا بشرتك وبحقين هقولك حاجة بس إن برضو الحرمان صعب فأنت لما تلاقي حاجة تقدري تكلي وتدوقي الحاجة الموضوع مش كم صح الموضوع كيف بالضبط فأنت إيه ده بيحسستك أنت خط أنا طب أنا ضقت وببسطت طب ليه بقى لازم أفضل لحد ما تكبس نفسي أفضل فالكورسات دي حلوية عفكة مايورا أنت بنورني وعايز أعود معاك 3-4-5 حلقات في بعض حبيب بتقلبي أنا عايز أقول لك يا جماعة الحلاوة حلوة الروح زي ما مايار قالت وفي نفس الوقت أنت بتساعد نفسك عندك المنتجات دي بتساعدك إن أنت الحرق بتاعك يزيد فيها فيتامس بتساعدك إن بشرتك تفضل حلوة وجميلة شب بتاع جسمك يفضل حلوة بس برضو لازم إن أنت تدخلي خضروات تدخلي فاكها إن أنت تبدأ تمشي شوية عشان تبقي أمر كده زي الأمر اللي قاعدة رب يا خليكي ليه يا كده إدال على رس بس أنا حاقد أتكلم فيكي للصبح أنت عارض رب بنا خليكي ليه يا كده الاكتئاب مش عارض دمرض خلي بالكوا منه جداً في فرق بين الحزن والاكتئاب خلي بالكوا جداً مهما كانت الأحداث صعبة خلي بالك عشان سحيدك لما تقعي حتى شحينفعك إن شاء الله ألقاكم الأسبوع اللي جاي ويا رب تكونوا تبسطوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة